مع اقتراب المناسبات تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا في الأسعار وقبيل الأعياد هناك من ينتظر فرحة العيد بملبس جديد وهناك من يستغل المناسبة لزيادة رصيده من الأموال العيد المبارك أقبلنا نجي على هذا السوق العوائل لا تجي على السوق السوق كله صاعد المنافس اليوم الفقير طبقة الفقيرة لا تستطيع تشتري المنافس راتبة رعاية هذا لا يوجد فيه أطفاله سعود قوي بالسئل هذا نحن على أيام العيد إن شاء الله لازم شوية الله بالفقر الأسعار بالسوق تزود الأسعار وشوية أراعي المواطني شوية بالأسعار وتدر الناس فقره أنا موظف جدا عنده راتب غيره ما عنده والعالم شوية هم تعبانه والسوق شوية من الضخم يوم ومزيدون الأسعار المواطني متخصصون من جانبهم حضروا من المضاربين في الأسعار والذين يتحينون الفرص لاستغلال المواطن مطالبين الحكومة بأخذ دورها بمراقبة ومحاقبة المخالفين بالأحيان وعند اقتراب أي مناسبة ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغدائية والمواد الأخرى وكل هذا السبب هو قلة الرقابة من قبل الحكومة ومحاسبة الأشخاص اللي يستغلون هذه الفرصة ويستغلون المناسبات في استغلال المواطن نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية إلى تكثيف الجهد في مراقبة ومحاسبة الأشخاص الذين يستغلون هذه الفرص في استغلال المواطن ارتفاع أسعار الملابس قبل الأعياد حالة تتكرر منذ سنوات عجزت الحكومة عن إيجاد حل ناجئ لها للتخفيف من أعباء المواطن التي تتزايد يوما بعد آخر من الأنبار سعد الحاج قناة زاكروس